اشتركوا في القناة ما هي حالة المسلمين في أقليم تقرأي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاكبة للمتقين والصلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا أهنئ المسلمين بمناسبة في تقرأي بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم المولد الذي ولد فيه نبينا ورسولنا وإمامنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم نهنئ المسلمين في العالم بمولده صلى الله عليه وسلم لأن المولد المولد أصل كل شيء لولا المولد ما جاءت ما كانت البعثة ولا نزول القرآن ولا الإسراء والمعراج ولا الهجرة ولا النسر في بدر كل ذلك متعلق به صلى الله عليه وسلم وبمولده الذي هو منبع تلك الخيرات العظام العظيم لأن المولد يوم المولد يوم فرح وسرور لجمع المسلمين في العالم لأننا بمولده صلى الله عليه وسلم خرجنا من الظلمات إلى النور ولأجل ذلك أهنئ المسلمين في تقرأي وغيره من المسلمين ثم أرجع إلى سؤالك المسلمون في تقرأي هم بخير الحمد لله من أيام النجاش إلى يومنا هذا المسلمون بخير نحن ندرس الفكه بحرية والقرآن ونصلي ما عندنا مانع عندنا حرية ومساوى مع غيره من الأديان الحمد لله في تقرأي بخير نعم شيخ آدم الآن بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل المسلمون هنا بفرح وبسرور جدا في السنوات الماضية فأما الآن شعب تقرأي محاصر والمسلمون ليس هناك معهم تقريبا أن يتواصلوا مع أهاليهم في الخارج وأن يتكلموا معهم بحب وكيف كانوا يحتفلون بعيد الموليد فالآن ما هي الرسالة ما هي المطوب منهم أن يفعلوا لهذا الشيء الآن ونحن بالإحتفال الاجتماع لسماع سيرته والصلاة والسلام عليه وسماء المدائح التي تقالوا عند حضرته عندنا يعني مدائح بكل اللغة ثلاثية بلغة تقرأي هي بلغتنا يعني في مدائح نبوية كثير في علماء كثيرين في تقرأي ألفوا بالعربية كمثل الشيخ جمال الدين لأنه هو موجود يعني في بلادنا الآن يعني مدائحهم موجود وهو كان يعني قديم الزمان والذين ألفوا بلغة تقرأي كشيخ كمثل الشيخ عمر أبرار والشيخ حج سراج محمد والشيخ عراب وطاج فيهم ألفوا بلغة تقرأي في مدائح نبوية صلى الله وعليه وسلم لكن عليهم اللي كنا الآن في تقرأي محصورين الآن يعني كنا حازنين في المولد محازنين الأهالي كلها موقطعة تقرأي محصورة بكل شيء جوا وبحران وأرضان ما فيش ما في كل شيء كل شيء مغلوق الناس متحيرون تراهم كل يوم كل يوم يعني نسمع صوت المدافع ونسمع صوت الطائرة وهكذا الأولاد الصغار متحيرون ولأجي ذلك نحن يعني المولد النبي صلى الله عليه وسلم خلاص نحتفل نحتفل حازنين ما يجتمعنا ما يجتمع المسلمون في تقرأي لأنهم يقوفون الطائرة المسيرة ولأجي ذلك ما يجتمعون إلا أنهم خلاص يحتفلون في مساجدهم أو لن كانوا يجتمعون في مكانهم واحد جميع العياة حتى عيد الفطور نعم حتى عيد الفطور نعم نعم صغير جدا نعم شيء صغير أي شيء يجد وين يجد خلاص ما في شيء ما نجد شيء ولأجي ذلك رسالتنا إلى العالم يوقفوا عنا الحرب والحصار في أقرب وقت رسالتنا هذا يعني كعامة المسلمين في تقرأي شيخ آدم ما مكانة النجاشي في الإسلام وبالأخص في تقرأي تارك النجاشي طويل ما يكفيه وقت قليل ولكن أنا باختصار أصحمة النجاشي هو ملك الحبشة أصحمة معناه بالعربية عاطية عاطية وهو أول ملك أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب يدعو فيه إلى الإسلام فأسلم سنة ست من الهجرة وأول ما صلى على جنزة النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه صلاة الغائبة وعلم أن والد هذا النجاشي كان اسمه أوحور وكان ملكا للحبشة فالنجاشي أول ملك قبل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاهم حرية في دينهم النجاشي هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه وفي رجب سنة خمس من البعثة واثنين من إظهار الدعوة وثمان قبل الهجرة على العموم كانت الهجرة الأولى في سنة ستمائة وخمسة عشر ميلادية وذلك لما اشتد آزة مشرك مكتة لمن أمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ليردهم عن دينهم ليردهم عن دينهم جاءوا إليه يشكونه جاءوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يشكون ما يجيدونه من الأذى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تفرقتم في الأرض حتى يجعل الله لكم فرج ومخرج مما أنتم فيه فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أين نذهب يا رسول الله فقال لهم إلى ها هنا إلى ها هنا فأشار بيده الشريفة إلى جهة بلادنا تجرعي لكونها كانت أحب جهة إليه أيها جراء إليها وذلك أبد الله لقوله صلى الله عليه وسلم إلى النجاش رضي الله عنه وكبيلهم وكبيلهم فكانوا وأقاموا في بلاد النجاش آمنين على أنفسهم ودينهم لا يؤذون ولا يسمعون ما يكرهون وكان عددهم 12 رجلان وأربع نسطن في الهجرة الأولى في الهجرة الأولى كان 16 نفر جاءوا ومنهم من هاجر بأهله ومنهم من هاجر لنفسه ومن من هاجر بنفسه سيدنا عبد الرحمن بن عوف ومن من هاجر بأهله سيدنا عثمان بن عفان مع زوجته رقية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها بركة الحبشية وهكذا كانت هالهجرة الأولى والهجرة الثانية كانوا وكان أميرهم سيدنا جعفر بن أبو طالب وبهذه الهجرة صار عدد من هاجر مما كتى إلى الحبشة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مما كتى إلى الحبشة جاءوا 120 من الصحابة الذكور منهم 94 والإناس 26 وعدد أولادهم 12 عشر الذكور منهم 9 والإناس ثلاثة فيكونوا مجموعة من هاجر مما كتى إلى أرض الحبشة من الصحابة كباراً وصيقاراً ذكوراً وإناساً 132 132 من الصحابة وعدد من هاجر إلينا من اليمن صحيح صحبة أبي موسى الأشعري البالغ وعددهم 53 فيكون عدد الجميع 182 من الصحابة من الصحابة نعم من الصحابة الحبشة الذين جاءوا إلى الحبشة 182 وعدد من ولد في الحبشة عشرين كانوا عشرين من ولد هنا أيوة ما لولد هنا وعدد من فينا هنا 15 وموجود هنا في النجاش وموجود هنا في النجاش وكان عددهم 15 وفي سنة 6 من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية الضمري بكتاب إلى النجاشي أصحى ما رضي الله عنه يدعوه إلى الإسلام فلما وصل إليه الكتاب وقرأ عليه وقرأ عليه ثم أخذه ووضعه على عينه بعد أن نزل من سريره الذي كان جالسا عليه طواغض عنه وقال أشهد بالله إنه لهو النبي الأمي الذي ينتظره أهل الكتاب هذه هي مقالة النجاشي بعدما رأى كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو النبي الأمي الذي ينتظره أهل الكتاب وإن بشارة عيسى بشارة موسى في التوراة براكب الحمار وهو عيسى عليه السلام كبشارة عيسى في الإنجيل براكب الجمل وهو محمد صلى الله عليه وسلم ثم معجب النجاشي عمل لنا معجب شيء يسرنا لجمع أهال الحبشة ثم وضعه في حق من عج وهو عظم الفيلي وقال والله لا تزال الحبشة بخير ما بقئ هذا الكتاب فيهم الكتاب الذي جاء من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وضعه للحبشة والتي هي تقرائي نعم تقرائي منشأها تقرائي تقرائي وهو موجود كمان ضريح النجاش موجود في تقرائي والسحابة موجود هنا في تقرائي وكل شيء كان في تقرائي يعني منشأ كل شيء كان تقرائي كانت مملكتهم أقسم وهذا معروف وذلك بعد إسلامه على يد سيدنا جعفر بن أبي طالب بطريق النيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمل ولقد حقق الله سبحانه وتعالى أمل السيد أسحمة النجاشي في قوله ما بقيه هذا الكتاب وذلك أنك لو تأملت في توارق وعمم الدول لا تجد دولة قد حافظت على استقلالها يعني على استقلالها الداخلي من مبدأ ظهور الإسلام إلى يومنا هذا تأمل هذه عجبة هذه عجبة من مبدأ الإسلام ألف وأربعمائة سنة وزيادة إلى يومنا هذا غير له أمة الحبشة وهي تقرأي أمة الحبشة من شؤها تقرأي وما زاكا إلا ببركة مسالمتها للإسلام ولمسلمين الذي تنبه له مليكها العادل الزاكا دون غيرهم من الملوكة كسرة وقشرة ومقوقص ويرهم ممن أبيدت ممالكهم ولكن النجاشي لما تقبل الرسالة نعم لما تقبل الرسالة البلاد هي محفوظة حتى في طليان كما تعرفوا وكارخز له في عدوى وهذه ببركة النجاشي ببركة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كبلها النجاشي ووضعها في عج في عزم الفيل ودفنها وهي الآن هذه ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لأن الله سبحانه وتعالى يقول هالجزاء والإحسان أو إلا الإحسان النجاشي أحسن للنبي صلى الله عليه وسلم وأحسن الله إليه نعم وإلى شعبه إلى يومنا هذا خلاص نحن متعززين ومتشرفين الحمد لله وآخرا كان النجاشي تاركه طويل لكن بالاختصار توفي صيد أسحام النجاش في رجب سنة تسعين فأمل كم كان الصحابة جاءوا سنة غمس من البعسة والنجاشي توفي سنة تسعين من الهجرة نحو 18 سنة أو 17 سنة كانوا هناك يا صحابة عاشوا استقوار عاشوا عاشوا يعني قاله أمه سلامة رضي الله تعالى عنها كنا في خير دار مع خير جار اللي هم يتكلمون عنها نعم يتكلمون عنه عن الحبشاء رضي الله تعالى عنه كنا في خير دار مع خير جار يا خير دار وهي الحبشاء وهي ديار النجاشي نجاشي تقرأي رضي الله تعالى عنه وخير الجار وهو النجاشي رضي الله تعالى عنه هكذا قال ثم سلم من الهجرة وعلم وعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي الهي يعني وفاة النجاشي كان في سنة تسع قال لأصحابه كما في الصحيح البخاري توفي اليوم رجل صالح في الحب الشتيف فهلم فصلوا عليه وهذا هو الأصل في صلاة الجنازة على الغائب أول من صلى عليه صلاة الغائب وهذا هو الأصل في صلاة الجنازة على الغائب وفاته كانت رحمه الله ببلدة واقعة فيما بيني فيما بين مدينتي مدينتين كبيرتين عظيمتين المدينة الشركية تسمى حوزن ومدينة الغربية تسمى أصبي كان النجاشي كان وفاة النجاشي في هذه المدينة ما بين حوزين وأصبي التابعتين لكسم تقرأي ولازالت تعرف فيما بين أهالي هذه البلاد بأحمد نجاشي أحمد نجاشي هي معروفة النجاشي المدينة تسمى بالنجاشي وهي معرفة قريبة من مغلة قريبة هي في النجاشي وروى أبو داود عن أي شرط رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنا نتحدث أنه لا يزال يراح على قبر النجاشي نور هذا ما روحه أبو داود في الصنع نهي وكان يؤنع على قبر النجاشي هكذا النجاشي تاريكه طويل لكن بالإختصار هكذا أيضا تارخ سيدنا بلال الحبشي ومؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم أزنا في المساجد السلاسة أزنا في المسجد الرسول في المدينة وأزنا في مكا وأزنا في بيت المقدسة بلال الحبشة أول مؤذن في الإسلام وكان له دور كثير في الإسلام في الإسلام في الإسلام في العالم في العالم الإسلامي بلال زيجاء وعشان من مائة سبعين يعرفونه بلال المسلمون معروف هو في العالم هو أول وضع كعبة وأذن عليها نعم وأذن عليها بعدما جاء النبي شل الله عليه وسلم إلى فتح مكة وطلع إلى ستح الكعبة وأذن فيها نعم 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 هو بلال عنده تاريخ بعدما توفي النبي شل الله عليه وسلم قال له أبو بكر أذن لي كما تؤذنوا للرسول الله يشل الله عليه وسلم فقال له يا أبو بكر إن كنت أعتقتني لنفسك فدلني على عملين أعمل لك وإن أعتقتني لله فخليني فخلي بينه وبين عملي ثم بعد ذلك بعد وفاة أبو بكر رضي الله تعالى عنهم فذهب إلى الشام خلاص وتوفي هناك بالأختشار نعم هي أم إيمان الحبشية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هي أمي بعد أمي لأنها كانت أمه وكانت عند وفاة أمها عند وفاة أمه صلى الله عليه وسلم أم إيمان كانت معه فأخذته فوصلته فأوصلته إلى جده عبد المطلب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها هي أمي بعد أمي يا أم إيمان الحبشية لها تاريخ طويل تاريخ طويل عندها تاريخ طويل تاريخ عريض جدا في دور الحبوش وتقريبا الحبشة في الديانة الإسلامية لها تاريخ كبير وغى منبع أنا نعم تقرأ أيضا أحد منبع انتشار الديانة الإسلامية في أفريقيا نعم نعم في تاريخ كبير يعني فيه كتب كتير كما تلقى أزهار العروش في تاريخ الحبوش هو مكتب الطراز المنقوش في محسن الحبوش موجود موجود تاريخ تاريخ كتير في العبشاء نعم نعلم أن النجاشي هو الآن مجد النجاشي تقريبا معلم سياحي التقرأ ونعلم أن هنا حصلت أمور كثيرة في قضون القصف والحرب اللي كانت هنا فتم استهدافه فهل يجوز ما يفعله هنا في مجد النجاشي من قصف وتخريب وصريقة ونهب مجد النجاشي وهذا شيء يستنكفه العالم الإسلامي والعالم العربي وغيره قصف النجاشي هو شيء لا يجوز شرعا ولا عقلا لأن هذا المجد هو رمز للمسلمين في جميع العالم بالمسيحيين وغيره هو رمز لا سيما لأهل الحبشة هو رمز النجاشي هذا الشيء الذي يحصل في التقرأي شيء محزن جدا جدا لأنهم يقتلون الأبرياء الأطفال والنساء والشيو والعجائز وغير ذلك في النجاشي حصل حاجة مراحق هذا كثيرا نعم الأمر في النجاشي نهبوا كل شيء وضربوا المسجد وضربوا الضريح وقتلوا الخدام وكل شيء ما فعله في النجاشي شيء محزن جدا شيء محزن جدا حتى أنهم ما تركوا شيء من المتاع وكل شيء حتى يعني ما نطبع فيه في الأعياد وغيره خلاص نهبوه وسرقوه هل هو التخريب؟ هل يريدوا تخريب النجاشي؟ نعم يريدون التخريب نعم أرادوا التخريب خلاص خربوه فأنت إذا رأيته وإذا تأملت في النجاشي خلاص تكون خلاص محزن جدا ترى أشياء عجيبة مصخفة جدا هم ينون بتعطيل المعلم هو معلم إسلامي نعم ذكرته وذكرت التاريخ النجاشي الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أوصى بنها بأمور كثيرة فهم الآن يعني يريدون تخريبه لعدم أنهم ينزلون من قيمته الإسلامية لدى الدول الإسلامية وهنا معروف جدا النجاشي يأتي له سيح كثير من تركيا ومن جميع دول الإسلامية المعالم النجاشي هم فعلوا ما فعلوا ما تركوا شيئا يعني كدر استطاقتهم كدر استطاعتهم خلاص نهبو المتاع وكلها وانهبو حتى المصلى حتى المصلى ما تركوا في المشجد خلاص كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء انهبوا من المشجد لعني إرادتهم يعني التحطيم المعالم الإسلامية في تقرائي في تقرائي ولكن الله سبحانه آبى الله إلا أن يتمى نوره ولو كره الكارهون نعلم أن الآن في تقرائي حصلت حرب وماتوا كثيرا وحصل أعمال قصف يحصل أعمال قصف لاستهداف المدنيين فما رأيك بهذه الأمور التي تحصل في تقرائي والله هذا اللي ما يحصل في تقرائي محزن جدا بمرأة ومسمع العالم نحن محصورين في كل الجهاد جوا وبحرا وبرا ما عندنا مفر الذي يحصل في تقرائي بالكسف المدفعي وطائرة المسيرة محزن جدا لأنهم يقتلون الأبرياء الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز والمدنيين كلهم هذا وهذا الشيء ينكر في الدين الإسلامي والديانة الأخرى وغير ذلك رسالتنا الآن نحن عندنا حصار شديد والأمراض والجوء والأمراض المزمنة خلاص ما عندنا دواء ولا ما عندنا كل شيء نحن محصورين بكل جهات الآن رسالتنا إلى أمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والعالم الإسلامي خصوصا العالم العربية أن يكفو عنا الحرب فورا وأيكفو أيضا دعمهم عن هذا الحرب لأننا لأن شعب التقراء مظلوم جدا مظلوم جدا وأيكفو عنا على الفور نعم شيخ آدم طيب ماذا يجب على المشامع الدولي أن يفعل لأن ليسمح بدخول المبعوثون إلى تقراء ودد تحقيقات مرة أخرى يجب على المجتمع الدولي أن يسمح بالخول المبعوثين على المبعوثين الدوليين إلى تقراء لكي يحققوا ما حصل فيما حصل في شعب تقراء من جرائم كبيرة بالأخص في سنتين الماضيتين وأيضا على العالم أيكفو هذا الحرب التي أدت في كثل كثير من الأبرياء والمدنيين والأقفال نحن كمكتبة الشؤون الإسلامية نطالب بأن يقيف الحصارة المفروضة على شعب تقراء ونطلب المسؤولين في جميع إيوتوبيا أي يعني للتفاوض لإحلال السلام في تقراء يعني المسؤولين في جميع الديانات في إيوتوبيا يعني يعني خلاص أي يرفعوا أيديهم وأي يهتفوا بالسلام إلى شعب تقراء النجاشي لما إلى صحابة الرسول لما قبل إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كما ذكرناه أولا كانوا آمنين على دينهم كما قالت أم سلامة رضي الله تعالى عنها كنا في غير دار وعا خير جار الحبشة والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها أرض سرق إنها أرض سرق وليعجل ذلك ما دخلت الإسلام إلى الحبشة بسيف إنما هي بالرسالة كما قرأناه فكانت رمزا في النجاشي قرأ القرآن جهرا وأضنا جهرا قبل أن يؤذن في مكة جهرا 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 نعم عامة جهرا جهرا نعم نعم يعني في الحبشة في تاريخ طويل في الحبشة وليه في النجاشي نعم في النجاشي في النجاشي أزنوا خلاص وكانوا وكان لهم حرية في دينهم قبل كل شيء قبل المدينة وقبل كل شيء نحن في النجاشي خلاص بذاء الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولأجل ذلك اتركوا الحبشة ما تركوكم الحبشة لا تبدأوا الحبشة بالحرب هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن النجاشي أكرم الصحابة وليأجل ذلك جزاه الله بخير جزاء خلاص كانت بلدنا محفوظة بسببه بسبب هذا الملك العادل شكرا لك شيخ آدم عبدالقادر جوهر رئيس الشؤون الإسلامية في تيقراي على هذه المقابلة شكرا لكم بارك الله فيكم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وشكرا لكم متابعين قناة تلفزيون تيقراي في برنامج بقاء مباشر وتابعونا في موقع التواصل الاجتماعية شكرا لكم